شبح كارثة بيئية حقيقية يحوم فوق رؤوس سكان البصرة يوما بعد آخر تتوالى التحذيرات من حدوث كارثة تسمم تهدد سكان هذه المحافظة لا تقل خطورة عن سابقتها التي حدثت عام 2018 وتسببت بتسمم نحو 120 ألف شخص وذلك عقب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب بمستويات وصفت بالخطيرة مع تسرب مياه الخليج العربي إلى شط العرب التي حولته إلى مياه بحرية مالحة دون اتخاذ السلطات الحكومية أي إجراءات حقيقية لردع هذا الخطر أما عند الحديث عن المتسبب الحقيقي بهذه الأزمة فتتجه أصابع الاتهام إلى طهران التي قطعت روافد الأنهار عن العراق وأنشأت عدة سدود وحولت مساراتها ولم تستثني تجاوزات إيران المائية مدن شمالي العراق وفق وزارة الموارد المائية الروافد التي تأتي من إيران فقد انخفضت واردات سدر الانديخان إلى صفر بالمئة أي أن قطع المياه من الجانب الإيراني وصل إلى مرحلة مائة بالمئة لم تكتفي إيران بقطع روافد المياه العذبة بل زادت من أزمة العراق المائية بإطلاق مياه مبازلها وسموم مصانعها لتصب في الأنهار العراقية وفقا لبحث في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية البريطانية لتخنق ما تبقى من أرض كانت تسمى أرض السواد لكثافة بساتينها كما طال خطر الجفاف والتلوث الأهوار التي تنتمي إلى التراث العالمي حيث باتت اليوم معرضة للاندثار أكثر من أي وقت مضى بعدما كانت تعرف تاريخيا بموطن جنة عدن وعلى الرغم من تفاقم هذه الكارثة البيئية التي تلقي بظلالها على المزارعين وصيادي الأسماك تبقى السلطات الحكومية عاجزة عن تقديم أي حلول وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت فيه السلطات بتعريض حياة ملايين العراقيين للخطر بسبب تقاعسها وسوء إدارة موارد المياه وعدم فرض ضوابط جديدة على الملوثات التي يتم تصريفها في مياه الأنهار إضافة إلى تجاهلها لخطر السدود الإيرانية والتغيرات المناخية